أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ومرحباً بكم جميعاً تحية الأحرار في المغرب وخارج المغرب هذا خبر جديد لقيته في العربي الجديد لتيقول المغرب طلاب جامعة محمد السادس يفضحون علاقتها بإسرائيل كيف ما كان عرفوه حالياً في جميع أنحاء العالم الطلبة في الجامعات كي يخروا كي يضطهروا كي يحتجوا باش الجامعات ديالهم تقطع العلاقات ديالها مع إسرائيل أي تعاون علمي بحثي تقني أي تعامل مع دولة إسرائيل يجب قطعه هذا الشيء باش يطلبوا جميع الطلبة في الجامعات الأجنبية في المغرب هذا الشيء جميل كذلك طلبة في المغرب خرجوا بهذا القرار هذا أنهم سيطلبوا باش العلاقات مع جامعة محمد الخاميس تقطع العلاقات ديالها مع دولة إسرائيل هذا شيء جميل جداً هنا سيقول لك طلاب جامعة محمد السادس يفضحون علاقتها بإسرائيل والخبر سيقول تربط جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية علاقات وثيقة مع الجامعات الإسرائيلية وهو ما دفع الطلبة إلى المطالبة في بيان بقطع جامعتهم علاقتها مع إسرائيل تنشر هذه المادة بالتزامن مع موقع أوريان 21 في أرقى وأغلى جامعة في المغرب أطلقت طلاب دعوة لإنهاء التعاون العلمي مع المؤسسات الإسرائيلية ليكشفوا بذلك حجم التطبيع بين البلدين لم يكن أحد ليتنبأ بمثل هذه المبادرة نظرا لطبيعة المؤسسة ووضعها والجهة الفاعلة فيها لكن ما يقرب من 1300 طالب وخريج من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية طالبوا جامعتهم بقطع علاقتها مع مختلف شركائها الإسرائيليين وفق بيانهم المؤرخ يوم 23 يونيو والذي حصل موقع أوريان 21 على نسخة منه بينما يظل الملك محمد السادس ابن الحسن ملتزما بالتطبيع مع إسرائيل الذي يجب أن يفهمه الناس والذي لا يفهمه وهو أن النظام المغربي هو صناعة صهيونية يعني لا يحتاج أن يقوله طالبك يطالبه بيقتع العلاقات مع إسرائيل ولكن المالك ما زال كيتشبت بالعلاقات مع دولة كيان الصهيوني الذي يجب أن يفهمه شيء بسيط جدا كنا كنا نعرفه منذ سنوات طويلة التعاون لكي تعاون النظام المغربي مع الصهيوني ومنذ زمن طويل يعني النظام المغربي هو صناعة صهيونية يعني صدق أو لا تصدق يضيف البيان نؤكد لوسائل الإعلام والرأي العام الوطني والدولي أننا ننأى بأنفسنا ولا نوافق بأي حال من الأحوال على الاتفاقيات التي تربط جامعتنا بشراكائها الإسرائيلي الذين يساهمون في الاحتلال والفصل العنصري والجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تدري حاليا في قطاع غزة كما نؤكل تصميمنا على مواصلة النضال بكافة الوسائل المشروعة ونعرب عن رفضنا القاطع لاستمرار هذه الشراكات من التعاون بين هذه الجامعة ونظيراتها الإسرائيلي والذي فصله بعناية الطلاب المغاربة يعد اكتشافا حقيقيا من الناحية النوعية والكمية تشارك 8 جامعات ومؤسسات بحسية من بين أبرص الجامعات في إسرائيل لكن أيضا من بين الأكثر إطارة للجدل في هذا التعاون الذي يطاول مجالات موجهة بشكل أساسي نحو تكنولوجيا الأسلحة مثل جامعة بار إيلان وجامعة بونغوريون وجامعة تل أبيب وكلية الجليل الغربية والجامعة العبرية بالقدس ومعهد التخنيون الإسرائيلي للتكنولوجيا وجامعات رايخمان والكلية الأكاديمية سابير أحد الأمزل الأكثر إطارة للقلق هو معهد التخنيون إسرائيل للتكنولوجيا فكما يشير الطلاب في بيانهم يقوم التخنيون بتدريب المهندسين خصيصا للعمل في شركات تصنيع الأسلحة بالإضافة إلى نخبة المديرين التنفيديين وأغلبية جنود الإحتياط في الجيش ويعمل باحث النخنيون على تطوير المسيرات وجرافات يتم التحكم فيها عن بعد والتي تساعد أيضا الجيش الإسرائيلي في تدمير منازل الفلسطينيين وهي طرق للكشف عن الأنفاق تحت الأرض والتي تهدف على وجه التحديد إلى تعزيز الحصار على غزة أما المثال الآخر فهو للجامعة العبرية بالقدس والتي تقيم معها جامعة محمد الثالث علاقات تعاون وفق الموقعين على البيان تستضيف الجامعة العبرية برنامج تالبيوت لتدريب قوات النخبة للدفاع الإسرائيلي وتسمح بوجود خاعدة عسكرية في حرمها الجامعي ويتابع خريج التعليم العالي أثناء ممارستهم الخدمة الإجبارية في الجيش ويستخدمون خبراتهم لتعزيز البحث والتطوير في جيش الدفاع الإسرائيلي في المناصب القيادية التكنولوجية وتمتد فروعها وبنيتها التحتية إلى الأراضي المحتلة وإلى مستوطنات القدس مايكل فيدرمان الذي يرأس شركة البيت سيستام وهي أكبر شركة أسلحة خاصة في إسرائيل وهو رئيس مجلس إدارة الجامعة العبرية ويأتي هذا البيان بعد أيام قليلة من التوقف الفني الذي حصل يوم 6 و 7 يونيو والذي سمح للسفينة الحربية الإسرائيلية التي تزينه 2005 طن وطولها 95 متر وعرضها 20 متر بالتزود والوقود في ميناء طنجا وهو أكبر ميناء في المغرب قبل أن تواصل السفينة طريقها إلى إسرائيل آتية من الولايات المتحدة ووصفت مجموعة العمل الوطني من أجل فلسطين وهي جمعية مغربية توقف سفينة حربية تابعة البحر الإسرائيلية في طنجا بأنه إهانة حقيقية للشعب المغربي ودعت السلطات إلى فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات والعقوبات ليست جامعة محمد الثالث متعددة التخصصات التقنية كغيرها بجامعة المملكة إنها في المقام الأول مؤسسة خاصة ومن أكثر المؤسسات الأكاديمية تمييزا حيث لا يقتصر معيار الإختيار على جزارة المرشح بحزب بل أيضا على جودته ومكانته وقبل كل شيء على ما تحتويه جيوبه إذ أن رسوم الدراسة والتسجيل تبلغ سنويا 8500 يورو هذه المؤسسة إذن هي خاصة خاضعة للنخبة السياسية والإدارية والاقتصادية المستقبلية للمملكة وهي تجسد للتعليم الجامعي المخصخص غير المتكافئ جامعة محمد الثالث متعددة التخصصات التقنية هي أيضا الجامعة التي يباشر فيها ولي العاد الأمير الحسن دراساته العليا بعد حصولها على الباكالوريا من الكلية الملكية في يونيو 2020 بملاحظة حسن جدا وفق سينته الداتية الرسمية طبعا وللعاد ليس أحد الموقعين على البيان الطلابي وقد ولد هذا الأمير المتحفد نسبيا والقريب جدا من والدته الأميرة سلمة في ماي 2003 واختار العلاقات الدولية تخصصا أكاديميا في كلية الحكم والعلوم الاقتصادية والاجتماعية والتابعة لجامعة محمد الثالث ومقرها في سلة الجديدة قرب الرباط ممول الجامعة ومؤسسها الرسمية هو المكتب الشتريف للفوسفات وهو مجمع صناعي عمومي والمنتج والمصدر الأول للفوسفات في العالم وغالبا ما تستخدمه الدولة المغربية محفظة لتمويل القوة الناعمة والترويج لصورة المملكة الشريفة في أوروبا وخاصة في فرنسا ولمغربية الصحراء الغربية فالمكتب الشتريف للفوسفات على سبيل المثال هو الممول الأجنبي الرئيسي للمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية ومقره في باريس والذي يعرف نفسه بأنه مركز بحث ونقاش مستقل متخصص لتحليل القضايا الدولية أحد أعضاء مجلس إدارة هذا المعهد ليس سوى الرئيس التنفيذي لمكتب الشريف للفوسفات مصطفى التراب ويجري النشاط الأكاديمي للمكتب الشريف للفوسفات تحت غطاء مركز أبحاث زائف يسمى مركز سياسة الجنوب الجديدة ويديره كريم العينوي أما مقره فيقع في الحرم الجامعي لجامعة محمد الثالث الكائن بسلاء الجديدة بالقرب من الرباط والعينوي هو عضو في المجلس الاستراتيجي للمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية ومنذ أن أنشأ المكتب الشريف للفوسفات مركز السياسات من خلال ربطه بنيويا بالجامعة أصبح العينوي المدرس غير الرسمي للأمير الحسن ما يمنح هذه الجامعة مكانة وبعد خاصة وهذا ما يفسر بلا شك رد الفعل العدائي بشكل أساسي من جانب إدارته أمام مطالبة طلبتها وخريجها بقطع كل تعاون مع الجامعات الإسرائيلية وبحسب البيان أن الطلبة والناجحين الخريجين اختاروا في البداية اتباع نهج داخلي وتقدمي وبناء من أجل منح رئاسة الجامعة فرصة الرد بشكل إيجابي وللأسف وفي مواجهة الرد فمن الطبيعي أن تستمر الحركة في نهجها الاحتجازي إن هذه المبادرة هي وليدة إرادتنا في الصهر على أن تكون جامعتنا من الجانب الإيجابي للتاريخ وهي ترتكز على كوننا نحن الطلبة والناجحين نمثل الجامعة التي تمثلنا بدورها لذلك وحصا على الموقع الأخلاق لجامعتنا لا يسعنا أن نبقى صامتين أمام هذا الوضع الغير الطبيعي وفي اتصال مع موقع أوريان 21 صرح أحد الموقعين الذي طالب عدم الكثف عن هويته أن إدارة جامعة محمد السادس أشارت بشكل واضح ورسمي عبر البريد الإلكتروني إلى أنه لن تتخذ أي عقوبات ضد الموقعين في إطار هذه التعبئة نحن نصدقها ونأمل أن تحافظ على موقعها خبر جميل جدا الذي يعبر على أن طلبة جامعة محمد السادس وكل شيء يعرف الجامعة دين محمد السادس وشكون يدعمها وشكون يدرس فيها ولكن هذا جميل جدا هذا جميل الوعي الوعي الإنسان من الذي يصل إلى مستوى مع الوعي لا يتبقى أحيانا الوسط يؤثر عليه لأن غالبا مثلا كالقاو في المغرب أن الوسط العائلي يكون عنده آثار على الأفكار ديال الشخص مثلا إلى مثلا تخلق في بيئة متقفة يكون متقفة أو تخلق في بيئة تارية كي تكون عندك الأفكار هذه الأترياء ولكن لخلق هذه الطبقة الطبقة اللي هي من طبقة الأترياء اللي هي كالدرس في جامعة محمد السادس تهيئة تقوم بهذه المبادرة وهي تأثرها بالجامعات الأجنبية اللي تعتبر من أغلى الجامعات في العالم اللي الطلبة ديالها اللي يحتاجوا بقطع علاقة الجامعات ديالهم مع الجامعات الإسرائيلية خاصة في الجامعات الأمريكية والجامعات الأوروبية اللي تعتبر من أرقى وأغلى وأحسن الجامعات اللي يعني الطلبة لكي يدرسوا بيها هما يعني من أبناء النخبة يعني لا كرام ديال 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 المجتمعات وهذا الشي اللي خلق مثلا اللي هي جامعة محمد السنشف المغرب خلهم حتى هما تيخرجوا كي يحتجوا وهذا جاء عن تأثيرهم من الطلبة في جميع أنحاء العالم وهذا شيء جميل هذا شيء كلنا كان طالبوا به كلنا كانت منناه كلنا كانت منناه أن الشباب ديالنا أنه يوعى بهذه القضية اللي هي فعلا قضية إنسانية قضية يعني تهتم بمصير شعب مثلا لتعرض لجميع أنواع يعني القتل والتهميش والإجرام لمنذ أكثر من 70 سنة إخوة الأخوات كانت مني أعجبكم موضوع السلام عليكم وإلى فيديو آخر والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا 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 شكرا